بخلاف الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف عقدت أستانا ثمانية في العاصمة الكازاخستانية بحضور وفدي المعارضة السورية والنظام وبرعاية الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران اليوم الأول شهد سلسلة لقاءات ثنائية بين وفد المعارضة والمبعوث المميستي فان ديمستورا فيما عقد النظام سلسلة اجتماعات مع هليفي الروسي والإيراني ركز المجتمعون على عدد من الملفات بما فيها ملف المعتقلين وتشكيل لجنة عمل خاصة بها فضلا عن ملف نزع الألغام ومناقشة منطقة خفض التوتر في إدلب وبحث مصير مؤتمر سوتي تسعى موسكو في أستانا ثمانية تحقيق إنجاز يحسب لها وتمرير مؤتمر سوتي في ظل حديثا روسيا باهت عن دعم جولة جنيف التي دعا إليها ديمستورا في كانون الثاني القادم محاولات لا تبدو بعيدة عن الهدف الأساسي بالنسبة لروسيا حول موقفها من المشاركة في مؤتمر الحوار السوري القادم في سوتي لفتت المعارضة السورية إلى أن القرار المشاركة سيكون بعد مشاورات مع عطرف أخرى في المعارضة إذا كان هذا المؤتمر مخرجاته ستؤدي إلى دفع عملية السلام في جنيف فهذا أمر مرغوم فيه أما إذا كانت سوف تسير مسارا مستقلا خاصا فهذا لن يكون محل ترحيب النظام السوري أكد حضور مؤتمر سوتي فهو لن يرفض الأمر الروسي بعد أن تحولت موسكو من حليف إلى صاحبة قرار مع ختام جولة أستانا بات واضحا أنها كانت ممرا للترويج لمؤتمر سوتي القادم الذي سينعقد في التاسع والعشرين والثلاثين من كانون الأول الحالي وتحول نقاشات الدول الضامنة إلى بحث تفاصيل مؤتمر الحوار قد تكون الجولة الحالية الثامنة والأخيرة إن نجحت موسكو في إطلاق المسار الجديد